تحية طيب أعزان المشاهدين وأهلا بكم في الرسالة اليومية لأسبوع القدس العالمي من قناة الرافدين اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم فضيلة الدكتور عكريم صبري من منزله في حي الصوانة بمدينة القدس المحتلة لتفرج عنه بعد ساعات من الاعتقال وقال محامي الشيخ عكريم صبري إن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخة من منزله لأنه ينوي حضور مجلس شرعي لسماع كتاب قصة المعراج بمناسبة الإسراء والمعراج وذلك في مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك معتبرة ذلك مخالفة لأمر قانوني على حد زعمها يذكر أن اللجنة التحضيرية لأسبوع القدس العالمي رتبت مع الشيخ عكريم ليكون خطيب الجمعة القادمة في المسجد الأقصى المبارك أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية في قطاع غزة على لسان وكيل الوزارة إطلاق مسابقة إمام المسجد الأقصى بعد التحرير جاء ذلك خلال حفل إحياء ذكرى الإسراء والمعراج إلى ذلك نظمت رابطة علماء فلسطين في مدينة غزة مسيرة علمائية نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك والذي يأتي ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمية دعت رابطة العلماء السوريين إلى ندوة بعنوان الإسراء والمعراج وذلك في إطار فعاليات أسبوع القدس العالمي وتعقد الندوة مساء اليوم الأربعاء عبر تطبيق زوم بمشاركة كوكبة من العلماء والدعاء وستدور مشاركات العلماء حول آيات الإسراء والمعراج ودورها في ربط الأمة بالمسجد الأقصى المبارك بالإضافة إلى مكانة الأرض المقدسة في الديانات والدعوة إلى الإبراهيمية ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي تنظم جمعية مغاربة لأجل فلسطين ولجنة المغرب لأسبوع القدس العالمي ترتب محاضرة بعنوان المغاربة وبيت المقدس الارتباط التاريخي والتربوي وذلك مساء اليوم الأربعاء عبر تطبيق زوم يأتي ذلك ضمن مشاركة الهيئات العلمائية في العالميين العربي والإسلامي في فعاليات أسبوع القدس العالمي والتي انطلقت في الثامن من شهر مارس آذار وتستمر حتى الرابع عشر من الشهر ذاتها دعت جمعية ميراثنا التركية إلى زيادة الوعي بقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك عبر مشاركة جميع الأفراد والمنظمات في وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات ضمن أحياء أسبوع القدس العالمي وتحيي تركيا أسبوع القدس العالمي بدعم من وزارة الشؤون الدينية وقال محمد داميرجي رئيس جمعية ميراثنا المعنية بدعم القدس المحتلة إنه على كل مواطن وضع يده في هذه الحملة من أجل زيادة الوعي بقضية القدس وفلسطين في الأسبوع الذي يتم فيه إحياء ليلة الإسرائي والمعراج دعا الأب منوين مسلم رعي الكنيسة اللاتينية في القدس المحتلة عموم أبناء الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين إلى الوحدة من أجل تحرير القدس المحتلة واستعرض مسلم في كلمة ألقاها لحملة أسبوع القدس العالمي استعرض أوضاع المسجد الأقصى وما يمر به قائلا الأقصى كيان له ثلاثة أبعاد الأرض والإنسان والدين وكل بعد من أبعاده ينغمس في الأبعاد الأخرى والأرض الفلسطينية مقدسة تستمد قدسيتها من إيمانها عبر الدكتور نواف تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين عن أمله أن يكون أسبوع القدس العالمي محطة تقوية للأمة على مدار العام في خدمة المدينة المحتلة وهذه القضية المباركة مشيرا إلى أنه رسالة أيضا للمطبعين أن الأمة لن تكون وراءهم ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي عقدت مؤسسة منبر الأقصى فرع لبنان اليوم الأربعاء ندوة مقدسية تحت عنوان القدس على مرمى البصر تحدث فيها الباحثون المشاركون عن بيت المقدس وعن أهمية المشاركة في تحريره نهاية هذه الرسالة اليومية لأسبوع القدس العالمي من قلاة الرافدين شكرا لكم على حسن المتابعة في أمان الله شكرا لكم على المشاركة